مرحبا عرفوك أهلا وسهلا بكم في قناتي هذه أول هلقة من منها الشريرة دمية متحركة يبدو قصتنا بفتاة تدابي قاينة هيل أكت للإمبراطور رازيف هيل كانت قاينة أجملة فتاة بكل الإمبراطورية كل شخص ينبهرون من مدهارها من الشدة الجمال الذي كانت تمتلكه كان شواوي تمنون أن يحصل عليها قاينة كانت جميلة لكنها غبية وشريرة يوجد بتالة تدابي أوليفيا وكل الأمرا يهبونها وقاينة فقط تعلمت أن تكرها أوليفيا وتما استقدامها من كبال أقوها لكن لم يسير القطة كما تمناها رازيف لذا قذر بأختي وتما بيئها إلى كونت جليان وماتت موتة مأساوية وهذا كان قصة تنكراته في يوم من الأيام في حياتي انشديته إلى هذه الكسة لأن الشريرة كانت تشبهني ونسي ملياننا استقدمنا كأننا الدمى كيف إن ذهبنا هكذا؟ أنا لا أريد أن أصبح الدمية يتم استقدامها لقد تعبت من ذلك وسأمت وفي يوم من الأيام أنا قمن تم قتلي بوسط شخص هكذا وأنا شعرت بالراحة سيكون من الجيد موتي هكذا وفجأة بدأت تسمع أصواتا وفتعت أينيها أنا متأكد بأنني موت هذا يعني اقترب منها أخوها وكبل يديها وتذكرت لما رزيفها ولكت لها استغربت وفجأة من غير أن تقول أي شيء بدأت ترقضي للمرايا وناظرت وتفاجأت ويتغير المشهد ونرى البتلة مستغربة حقا أنا عدت في جسد تلك الشريرة الذي أشفقت عليها في كسة كرأته هل هذا يعني إن موتي مهتم ومقدر؟ والقادمة دخلت إليها وكتعت حبل أفقارها وقالت مدهرك يبدو سيئا بسبب ذلك الصم والوطنة تفاجأت من سماية بالصم وجاء لها الدكريات المؤلمة من هذا الجسد وهي استغربت أجل من المؤكد بأنها كانت تشرب وكانت تبسك دما لكن لمو أنا دخلت في هذا الجسد ونسي ما في هذا الوقت ولأنها كانت دائعة بالتفكير القادمة تذكر وتسألتها إن كانت تريد منها أن تطلب تبيبا لها والبطلة جاوبت لست بهاجة إلى التبيب والقادمة استغربت من تصرفاتها ونرى بأن القادمة تجهز بتلتنا كان هذا الجسد على وشك الموت ومع ذلك أنا مجبرة على أن تجهز حياة الأميرات صعب جدا وتقول لنفسها معما نظرت على وشكي أنت جميلة للغاية وتذكرت كيف أشخاص قانوا يجاملونها بسبب جمالها الفتان وفكرت من كان آلم بأن هذا سأحدث مي أنا سعيدة لأنني أدت في وقت مناسب هذا يعني بأنني سأستمتع في هذه الحياة وأيضا سأهدت عيني على ريزيف لكن لم يبكى وقت طويل لكي يسبها الامبراطور قبل أن يحدث هذا علي الهروب والطريق الوهيد لأن أقرج من هذا المكان هو بالزواج لكن ليس كالمجنوني كنت قليان لكن أولا علي الخروج من قدة الريزيف وفجأة دخل إليها للقرفة هذا الشخص هو الامبراطور المستقبلي والذي قتل الامبراطور السابق وهو أخو الغير الشكيك للكاينة ريزيف حيل بسبب لم يتلقى الهب في صغاره تأول إلى وحش بشري هذا التفل المسكين الذي جائع للهب دائما سألها إن كانت تمام وهي ردت بأنها بخير أعرف بأنك قليكن علي لكن لماذا تأتي لهنا؟ ألست مشغولا؟ وهو رد رجع لا تقولي ذلك وفكر لماذا هي متغيرة؟ لو كانها كما في السابق لو سألتني أشعر مرات بمن فعل هذا بها وتعبيرات وشها لماذا لم أود أفهم؟ لقد من أنها ماردة لهذا السابق تتصرف هكذا أنا متأكد بأنها ستعود كما كانت إنها مجرد دمية وعناكها وقال أعيدك سابحة بمن فعل بك هذا وسوف أواكبه والبطلة باتسامة شريرة فكرت أنت بالفعل تستقدمني من أجل الأرش لا أكثر ولا أكل وقالت رزيف لا تبحث عن منها ولا قتلي أجل كنت على وشرك الموت وتقول بنفسها وهذا كان بسببك الشخص الذي سممني كان أنت سألها هل أنت قايفة لأنه من الممكن أن ينتكم؟ لكن لا تقلقي أنا مستهل أن أسمع بهدوتي هذا مجددا وهي سألته بمن يلمه وأقملت هل تريدو لوما الدوق جليان وأن تبير كل آئلته؟ وهو جاوب لسا سي أن تفكيرك دكي رزيف يريد أن تقلس من كل آئلتي كردي لأنهم تحديد لكوتي لهذا أمل كل هذا السيناريو لتسميمي قاينة لكن ذلك القطة لم يعمل قالت له سهلونا لي كان تشتري سمم من السوق السوداء كتاها وقال لا تقلقي كل الأدلة تم مسهها سألها لكن هل تفعلين كل هذا بسبب رافايل كدري؟ كان هذا الشخص هوب الأول لكينا أجابت بن نفي كما تعلم جدي كان متورطا في السوق السود وآئلة كدري مستهل أن يكو سامتين إذا دوكو جليان وكا فسيفهون بأن الإمبراطور متورطا أيضا وآخي سيحدى بوقت سعب وأنا لا أريد أن يحدث هذا لا أريد أن أسمها بذلك بدلا من أن تجعلهم عذاك اجعلوهم بجانبك قال هو متفاجئا هذا مستحيل تبدو كان شخص آخر وقالت بالمناسبة عليك أن تاتوا على شريك قاس وبدأت توصف أوليفيا غريس البتلة لهذه الكسة تساءل هو بماذا تفكر أولم تكرهيها لأن الدك كان يضأمها؟ وفكرت تلك هي البتلة لهذه الكسة الذي رزيف سيقا فيهبها لكن بعدما تقتار رفائل سيحاول قتلها قطعها بلا فكارها وسألها إن كانت متأكدة لكنه كان مستغربا هل هذه حقا أختي غير الشكيكة؟ قاينهيل؟ قالت أنا سوف على أي شيء للإمبراطور اتسمت وقبلته ذاه وقالت أنت كل ما أمتلك يا رجيف أجل هذا صحيح كان هذا الذي كانت تقول له دائما تفاجأة لمرة الألف وأنا بسرها لا أعرف إلا متى سيستمر بالتفاجأ رفاها وقال بنفسه لقد من أنها جنت ذلك السمتر في أقلها سألته إن كان حقا يفك بها ويراها كأختي ماذا إذا أصبحتم من غير فائدة لك؟ ماذا ستفعل؟ وقالت يوجد جواب واحد لهذا أرسلني إلى آئلة لديه فائدة سيكون آمنا وأفضل بكاتير للتكالس مني فكرت كمهارة في السابق لا أريد بزوج مجنون لكي يقتلني اقتربت منه وقالت أنا أعرف جيدا بفائدتي لك وعيدا بمكانتي لدى أريد هريتي فلا بدهك كالمجنون هرية؟ قالت فقط زوجني بشخص أنا أهبه وسألها إن كانت تقسيد برافائله وهي جاوبت بالنفي قال جيد جدا إذن بماذا سأحصل في مقابل؟ قالت سجالك إمبراطورا أنا أعرف جيدا بأنك لا تحتاج إلى مساعدتي لكي تسبها الإمبراطور لكن إذا أصبحت الإمبراطور من غير مساعدتي ستشارك سلطتك مع الوزراء ساخرة منها تقسيدين بأنك ستسبهين مخططتي وهي جاوبت بكل خدو لست بهاجة اللي أنتفق بي ما أريده حقا من غير أن تكمل لكلامها فقدت وايها لأن السم كان يؤثر عليها قال جسدها ساقن كالنار إذا ترقتها؟ وقال بصوت عالي استدو تبيب لكن فجاتا مساكت وجها وقالت أنت شخص تايب وهو تفاجأ لكن أنا من مكاني هنا بسراها لا أعرف إن كانت تهاول أن تؤثر عليه أو تقسيد حقا بأنه طايب وفي مشهد آخر نرى رازيف يأمر قادمه بأن يبهتان شخص هاولا يسمم الأميرة وتلب من القادم أن يبلغ بكل تحرقاتها وأيضا تهارى عن أوليفيا غريس القادم كان مستقربا من تصرفاته لكنه بدأ بالتحرق ورازيف بدأ يفكر كند دائما ندن بأنني مسيطرنا ليها هل حقا أريدنا لعب معها؟ لا لا يمكن أن تكون ذكية ماذا إذا أحدوا مسايدها؟ هل هو بارون هامل؟ لا يمكن ليس لديه سبب يوجد ثلاثة أشكاس مرشحين أن يكون الإمبراطور الأول هو رازيف الثاني هي قاينة أما الثالث هو ابن الأكبر للدوك يسر هنريك إن آئلة هنريك من السلالة الإمبراطورية لكنهم ليسوا من السلالة مباشرة لذلك لم يقدرون أن يتولون العرش وأيضا كل الآئلة يتوارطون المرض الذي يقضي عليهم لكن فجاة تغير كل شيء بعدما ظهر ذلك الشخص القوي من آئلة هنريك كان هذا الشخص يستر هنريك هذا الشخص غير كل شيء لقد سيتر على نصف الدوكية وأيضا سيتر عليه واسبها مرشحة للعرش على الرغم من أنني أمتلك جيشا كاملا كنت أخطط أن أستخدم قاينة لكن ذلك الأويون الزرقاء مر أفعل بك يا دمية الجميلة وفي مشهد آخر في غرفة الأميرتنا القادمة ذخلت وأقبرتها بعن منها ولتسميمها إما سك وقالت بنفسها إذا هذا هذا كمتوقات مر بالفعل 15 يوما كنت أحتاج إلى الراحة وأن أشفى بشكل كامل وأتجنب ريزيف لقد بالفعل تم نشر شعاتم بشأن تسميمي وقالت القادمة لقد اقتربها فلو بلوغك ألاثا دنين بأن الدوك كدري سيكون مناسبا لك كالمرافق يعني؟ قالت أميرتنا لست متأكدا من ذلك وفكرت إن كل الناس يعرفون جيد الألاقة بين الإمبراطور والدوك كدري لك لا أحد يعرف السبب في الماضي كنت بالتصرفات التي لا يألك بالأميرات لذا ستعمل النتائج بسبب حفل بلوغي لقد بدأوا بالتحذيرات منذ وقت طويل ولهذا إنه من الملابس كان يوجد مأدبة صغيرة قبل سن البلوغ وفي يوم المأدبة نرى كثير من الأشخاص يمدهون بتلتنا كما المتوك إنها جميلة جدا كالعادة لكن كان يوجد شخص في الزاوية ينظر لها وكان ذلك الشخص هو ذيوة وكانت الكادمة تفكر لا تبدو لمهتمة هذه المرة كانت تتفاخر بجمالها من قبل لكن بعد ما شربت ذلك السم تبدو مختلفة للغاية ويبدو بأنني الوهيدة الذي لاحظت ذلك إن من الجير بأن الجميع لتفاوم ماها لكن متأكد بأن هذا ليس صح لنا ليها ولاحظت بتلتنا بأن نفيرا كانت تنظر إليها وفكرت من كل هذه القادمات أقدر أن أستقدم تلك القادمة كل القادمات في مملكة وفي يين لريزيف بيع سأوتيكي فرصة لذا فكر جيدا ألي أن أمدد سلطتي إن كان بالأشخاص أو قوة بعد ما عاشت كل هذه السنوات لو أمتلك شيئا فقط عاشت كالدمة كنت في قابوس لا أقدر كروج منه لكن لا أسمع أن أعيش هكذا بعد الآن سأكون نفسي الفيديو لليوم اندهى لكن كستتنا مستمرة لذا لا تنسوا تتقضوا على زر الاشتراك واللايك اشتركوا في القناة